ولأن دائرة التحديات تستوعب الكثير من الظواهر والمتغيرات الاجتماعية والأمنية أعلنت هيئة المنافذ الحدودية إحباط محاولة تهريب أكثر من ثلاثة ملايين حبة مخدرة مختلفة الأنواع كانت مخبأة داخل صناديق التفاح ومحملة داخل براد وذكرت الهيئة أن عملية الضبط تمت من معلومات مصادرها وتعزيزها من قبل أمن الحج الشعبي وتم تشكيل لجنة مشاركة وتنظيم محضر ضبط أصول وإحالة السائق والمواد المخدرة إلى مركز شرطة جمرك القائم لاستكمال الإجراءات القانونية وبالمقابل أعلن جهاز الأمن الوطني القبض على ثلاثة أشخاص من بينهم أمرأة يمارسون النصب والاحتيال في النجف والأنبار عن طريق إيهام المواطنين بتسيير معاملاتهم لاستحصال القروض المالية وبيع السيارات لهم بالأقصاط بانتحال صفة محامن ما يكشف عن ظواهر لم يتعودها المجتمع العراقي وتحتاج إلى معالجات بمستوى الخطر الذي تمثله على مستقبل الاستقرار في بلاد لا تنقصها مشاكل التواصل الاجتماعي